السلام عليكم اهلا بكم في فيديو جديد من قناة لايف سلوى النور النهار دا هنتعلم مع بعض ازاي هنعمل الوردة بغرزة البف بس بشكل تاني انا كنت عاملة وردة بغرزة البف بس مش دي واحدة تانية زي ما انتم شايفين شكلها جميل و سمبل والاحجام دي بتختلف من سمك الخيط و حجم الابرة لو الخيط رفية هتستعملي ابرة رفية هيتطلع معاك بالشكل ده استعملت خيط متوسط او خيط خين هيتطلع معاك برضه بالشكل ده يعني دي الوردة دي انا عاملها بمقاس ثلاثة و دي بمقاس ثلاثة الابرة بس عشان الخيط ده متوسط تلع الحجم ده والخيط ده ادخن شوية تلع الحجم ده فانت وزوئك بقى انت شوف انت بتحب تشتغلي فانهو انا بفضل الصغيرين دول لان انا عايزاهم عايز اعمل منهم مفرش هيتطلع شكله جميل و انا عايز الحجم ده فعشان عايز الحجم ده انا بستعمل خيط رفية زي كده وابرة مقاس اتنين مليمتر يلا بنا نشوف الخطوات في البداية طبعا هعمل عقدة البداية وحاعمل خمسة سلسلة وحقفلهم بمنزلقة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وحقفل بمنزلقة داخل الفراغ ده اللي انا عاملاه هعمل عمود بلفة هرتفع تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة هزود كمان سلسلة لانه هعمل بين العمود والعمود سلسلة هلف الخطع الابرة وداخل الفراغ هنا هعمل عمود بلفة دلوقتي هعمل سلسلة وعمود بلفة داخل الفراغ معلش يا جماعة الصوت يتعبان شوية عشان نعيانه يعني متأخذوناش سلسلة والف الخطع الابرة وعمود بلفة سلسلة الف الخطع الابرة وعمود بلفة انا كده هعمل اتناشر عمود بلفة وبينهم سلسلة يعني انا عاملة واحد اول تلات سلاسل هتبرأ اول عمود واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة دلوقتي ستة سلسلة سبعة سلسلة تمانية سلسلة 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 بمنزلقة. واحد اتنين تلاتة. كده. وحقفل بمنزلقة. زي ما انتو شايفين. تعال نعد كم عمود معانا. لان انا عملة اتنشر عمود بلفه عشان انا عايز اعمل ستة بثلات. زي ما انتو شايفين هنا. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. طيب كده. واحد. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر حد عشر اتناشر. حشد الخيط اللي هنا كده. عشان هقفل الدايرة. هقص الزيادة لاني مش هيزه. دلوقتي هنعمل اول بتلة. هرتفع تلاتة سلسلة. واحد اتنين تلاتة. حليف الخط على الابرة. هنعمل غرزة الباف داخل الفراغ. اللي بين العمود والعمود اللي هو السلسلة اللي احنا عملناها. يعني بين الفراغ هنا كده. حليف الخط على الابرة. وارفع تاني. حليف الخط تاني. ادي مرتين. واسيب الخط على الابرة. تلاتة. اربعة. خمسة. حسيب كل الخيط بتاعتي على الابرة. وحروح. حليف الخط على الابرة تاني. وحروح على الفراغ اللي بعدي. على طول. وحعمل كما مرة. غرزة الباف بخمس لفات. ادي واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. دلوقتي حليف الخط على الابرة. وحسحبهم من كل. من كل اللي انا عملها ده. من غرزتين الباف اللي هنا. وبعدين حدخل الابرة. من هنا كده بالشكل ده. باخر واحدة انا كده. كده. وهعمل. يعني همسك الخيط كده والف. دلوقتي هردفع واحد. واحد. اتنين. تلاتة. وداخل الفراغ اللي هنا. هعمل غرزة حشب. واحد. اتنين. تلاتة. غرزة حشب. واحد. اتنين. تلاتة. غرزة حشب. دلوقتي. عشان هقفل البتلة بتاعتي. زي ما انا عملت هنا تلاتة سلسلة. انا هقفل بتلاتة سلسلة. واحد. اتنين. تلاتة. وبنفس الفراغ. هعمل غرزة حشب. وكده اتكونت عندي اول البتلة. زي ما انتم شايفين. وكده. هنكمل. هنرتفع تلاتة سلسلة. يعني اول البتلة هنعمل تلاتة سلسلة. واخر البتلة هنعمل تلاتة سلسلة. وحلف الخطع الابرة. وعلى طول هخش. في الفراغ اللي بعدين. هعمل. غرزة البف. خمس لفات. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمس. هروح. هسيبهم على الابرة. هروح على الفراغ اللي بعدين. وهعمل خمسة لفات على الابرة. غرزة البف. تلاتة. اربعة. خمسة. هسحب الخيط من كل من كل من كل الحلقات اللي انا عملتهم. هدخل هنا في اخر واحدة. زي ما انتم شايفين هنا. هسحب الخيط. هعمل غرزة كده. انا قفلت البتلة. وتاني هعمل واحد اتنين. تلاتة سلسلة. وبالفراغ هعمل غرزة حشب. واحد اتنين تلاتة سلسلة. غرزة حشب. كمان مرة واحد اتنين تلاتة غرزة حشب. يعني انا هنا بعمل الغرزة دي اللي فوق تلات مرات. وبعدين واحد اتنين تلاتة سلسلة. وفي نفس المكان هعمل غرزة حشب. ادي البتلة التانية. تعال نعمل كمان واحدة معاكم. وانا بعدين هكملها. هرتفع. بتنسوش نرتفع. واحد. اتنين. تلاتة سلسلة. ونروح على الفراغ على طول. ونعمل غرزة البف. خمس لفات. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. الفراغ اللي بعدي انا هسيبهم على الابرة. وحروح على الفراغ على بعدين على طول. واعمل خمسة لفات على الابرة. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. هسحب الخيط من كل الحلقات كده. واروح. اهو زي ما انتم شايفين كده. هلف الابرة كده هنا. وطلع اول خيط انا اشتغلت بيه. اهو. وحسحب الخيط. كده بشكل ده. ودلوقتي هرتفع تلاتة سلسلة. واحد. اتنين. تلاتة. وداخل الفراغ هعمل غرزة حشب. واحد. اتنين. تلاتة. وداخل الفراغ. هعمل غرزة حشب. واحد. اتنين. تلاتة. وغرزة حشب. بعدين هعمل واحد. اتنين. تلاتة سلسلة. وفي نفس المكان. هقفل البتلة بتاعتي. بالشكل ده. انا كده اتكون عندي تلاتة بتلات. وهنا هيطلع معي كمان تلاتة بتلات. وكده هتخلص الوردة. استنوني. هخلصها وارجع لكم. انا زي ما انتم شفتو خلصت البتلات كلها. وعملت تلاتة سلسلة. خلصت البتلات هنا. وعملت تلاتة سلسلة. وحقفل. انا عايزة اقفل معكم. ازاي هتشوفو. يعني نقفل زي الوردة. زي ما احنا قلنا في نفس المكان. هنعمل غرزة حشب. بعدين هنلف الشغل كده. ونلاقي اي غرزة قريبة هنا. كده. كده. بشكل ده. طبعا الخط الزيادة انا هخفيه. زي ما تشايفين كده. هاقص زيادة. وادي الوردة بالشكل ده. شكلها كيوت جدا. جميل. دلوقتي هنعمل غرزة البف دي. عشان احطها هنا. طبعا عشان تبان لازم نحط لون مختلف. هنعمل غرزة البف اللي احنا هنزاين بيها الوردة من النص هنا. انا طولت الخط من هنا شوية. وعملت عقدة البداية. هرتفع سلسلة اتنين. وهرفع الخط كده. وهعمل غرزة بف باول سلسلة انا ثمانية. دلوقتي عشرة. هسحب الخط كده. هطول الخط شوية كده. انا هسحب الخط لتحت. ومن الناحية التانية. كده بالشكل ده. هاقود الخيط. مرة. واتنين. وثلاثة. هاقص الزيادة. كده بالشكل ده. اتمنى لكون الوردة عجبتكم. ونالت اعجابكم. ولو حبين نعمل كمان ورود اكتبوا لي في الكومنت. اي ورد انتو حبين ان انا اعملها لكم. واستنونا في فيديو جديد. واذا اول مرة بتشوفونا تابعونا على قناتنا. واشتركوا في القناة. وفعلوا اشعار الجرس. عشان يبصلكوا كل جديد من فيديوهاتنا. ومع السلام.